كيبدأ الفيلم مع مجرم خاطير اسميه تشارلز كيقلبوا عليه المخابرات المريكان ودابا كينفي صبيطر لكي يدير عملية جميل ويبدأ الملامح وجهه الفيلم اليمنين بغي تدير له البنج مخلاهاش وقال لها تدير له العملية بلا بنج فجأت الطبيب الذي يدير له العملية جاب معه المراية وقال له شوف وجهك الآخر مرة ولكن هو ما بغاش فهذه اللحظة الـ FBI جاءوا حدى صبيطر وحصرواه كامل لقائدهم وحصهم لكي يردوا البنج معه حيث هو مجرم خاطير بزاف ويقدر يسالي معهم كاملين وبلا سلاح وهذه 15 عام وهم يقلبوا عليه ودابا جاء يدير عملية جميل وكي يتسناه وغير يتبنيه لكي يدخلوا يشده نرجع الغرفة العمليات فهذا كان علينا يبدأ العملية لشارلز لا تسألوه حلف الساعة فقال له 12 ديال النهار فمح السمسكين حتى أخذ له اللامة من يده وضربوا بها قتله وهرب بدأت المطاردة مع البوليس وهم كثيرون فيه وسط الصبيطار والناس خائفة ثم قدر يتلحم الطبقة الثالثة بما يقع لهوالو يبقى هربا في الشارع حتى تطلق قتله طنوبيل البوليس وشده دابا نزل لقطة واحدة هنا نرى جون كيف يخطف الطيارة التي يراكب فيها خرج السلاح وشد في الموظفة الطيارة التي اسميتها مارتي وهددها بالسلاح ولكن مارتي قدرت ضربه وضربا لشلات حركة دياله وحقات تعتق الموقف ووقف كل شيء يصفق لها وهنا قد نفهم بأن هذا غير تمثيل كي يدربوا فيه الطاقم الطيارة لكي يكونوا مستعدين لأي خطر و جون مسؤول في الأمن الجوي وهو المسؤول على التداريب ولكن شد مع مارتي في الهدراح قدرت حركات لا تتفقين عنهم في السيناريو مارتي كان رأسها قاسح ولم تسمع قالت لي هدرت غير الليبن صحيح لكي نحافظ على الأمن المسافرين جاوحت سميت وفيشو صاحب جون هو اللي برد القاضية وفرقهم من بعد خرجه هو جون من الطيارة التدريبية وقال له لماذا لا تفعل حصة التدريبية للمسافرين لكي يكونوا وجدين حالة الخطر جون قال له انا لم يسؤول عليهم خدمتي هي اللي كنت تفعلها واخده خلاص دياله ومشى نمشي وعند شارلز اللي جاء عنده المحامي دياله مور ما تشد وقال له متاهمين كبتوها متقيلة بثاف ونقله كل لوس انجلوس شارلز شد المحامي من رأسه ومن فمه وقال له انا بارئ وما ارتواله نرجعه عند جون اللي كان كي يصلي صلاته ثم لا تفكر اذا كان مع مرتوليزا في السوبرمارشي كي يتقضى ذلك الساعات دخل عليهم شفار بسلاح واخده له مرتو حتى السلاح على رأسها جون حتى هو كان عنده السلاح فخاف لي ادي مرتو هو ينزله ولكن شفار مادرش بالاتفاق وخلاه حتى انزل السلاح وقتله مرتو قدام عينيه وهرب جون في نفس اللحظة هذا السلاح لم يكن يركب شفار في الطنوبيل حتى ترافيه جون وقتله وانتاقم الموت مرتو في النهار الثاني تشارلز خداوه البوليس بما ينطبش يدور لوس انجلوس وركبوه في الطيارة والتي تكون فيها الموضيفة هي مارتي وكانت معها موضيفة اخرى زميتها سابريتا وهذه اول رحلة لها في الطيارة وكان معهم حتى جون دعزت مارتي كي تحسب الركاب وشافت جون هو يحاول يهضر معها ولكن لم تسوقات له ومشات اما سابريتا بدأت تفرق على الركاب الموني وصلت عنده احد الام هي وولدها كانوا قلتين في الجنب تشارلز الام قلت لسابريتا للي تشارلز يخلع وولدها الموضيفة قلت ليها لا يوجد منها تخافي حيث هو دائر لها المينوت ومعه البوليس اما جون الحق على مارتي للطاقم وطلب منها اسماحة على ذلك الذي يقع نهار التصوير وطلب منها لكي تأتي عنده مرة مرة لكي يخاف من العلو خلت ومشاق لسابريتا قلت لتجمع الطلابات وعيطت على واحد من الطاقم لتجيب لها شانطة من البلاسة وفعلا جابها لها جون مشل الحمام حيث سيدا قلت معه صدعاته بالهضرة في هذا الوقت صابريتا اخذت طلابات على اساس الماكلة وطلبت الفردي ديالها وطيرت في البوليس الذي يفتح المينوت على يده ومشى عند البيلوت قتل المساعد وقل البيلوت لتسمع الهضرة ويجعل هذه الرحلة بسلام ذلك الساعة ناضط الفوضى في الطيارة جون كان مازال في الحمام وسمع الفوضى فاشطل فهم باللي المجرم الذي كان راكب معهم تحرروا معه العصابة دياله كلها في الطيارة هو بقى في الحمام واخذت تليفون ديال الطوارئ وعيط على صاحبه في شو بش يعلمه جون تخلى عليه واحد من العصابة فدراسه مسافر عادي ومعنده علاقة بالأمن بها الطريقة قدر يزرب عليه ودربه واخذ له سلاح دياله جون خرج شده بش يهدد به شارز وهو شد مارتي ولكن شد في بلاستها راكب من الطيارة الراكب بدأ يرغب شارز وقال له عندي عائلة ووليدات ولكن لم يرحمه شارز وقتله وعاود شد في مرأة أخرى هنا جون خاف لا يخسر الركاب أكثر فحط السلاح وطلق لي صاحبه والذي حتى هو لم يرحمه وقتله أما جون ومارتي هربوا من ثم الطبقة التحتانية ثم تلقوا بوحدة أخر من الطاقة من الطيارة جون شكفي حتى هو معهم ولكن قال له تأنا هربان بحالكم غير غفل جون هذا جميل وكان عليه يضربه ولكن حس به وتفك منه أمور ما ضربه وغيبه جون قال ل مارتي خاصه من قصوم الكيروزين لطيارة تنزل في أقرب مطار والحل هو يقطع تيو الكيروزين مارتي لم يرغبت حيث ممكن توقع حريقة ويموت كل شيء ولكن جون لم يسمع لها وقال له ينزل ينموته كاملين وقطع تيو في هذه اللحظة ماذا قال للفريق لكي يعطيه أحد المسافرين لكي يعرف كل ما يمكن يفعل هذا المساعده قالوا بالشك في المجرم تشارلز حيث منقول في نفس الطيارة هنا جراميز واحد من الرجال الأمن في المطار غوت على الفريق كله وقال لهم كيف منقلين واحد خاطر بحاله في طيارة عادية حيث كان خاصه يتنقل في طيارة خاصة في شو قال لهم ركاين جون في نفس الطيارة وهو سيعرف يتعامل مع الوضع نرجع للطيارة البيلوت علمهم بالذي يديره بوط الطيارة حيث لم يبقى في الطيارة أما جون ومارتي فهم شو اللورد الطيارة يوجدوا كي يتلاحوا بالبراشيت في شو عرف بالطيارة سيتهبط وراميز قال لهم يوجدها لكوبتر كي يمشون المطار أين ستنزل الطيارة البيلوت علمت على أقرب مطار لهم كي ينزلوا فيه المسؤول المطار لا يريد أن تنزل عنده الطيارة حيث المطار صغير والطيارة كبيرة ولكن شارلز لم يسمع له وقال البيلوت ينزل فيه جون ومارتي بقى واحدة الباب لكي تسنوا اللحظة المناسبة لكي يتلاحوا جون قال لها بالذي تفكريني في مارتي حيث تشبه ليها قليلا صنع لهم تشارلز من التليفون الطوارئ وقال له نحييك على الفكرة التيود الكيروزين التي قطعته وزاد قال له سنقتل الركاب كاملين جون قطع عليه الخط وفتح الباب الطيارة لكي يتلاحوا هو مارتي تماجه لهم واحد من العصابة التي ارمى جون ولكن من ظهره كان الطيارة انزلات الأرض وفلت من الموت هنا البوليس وصلوا وماذا تحسابهم حتى هو معهم في العصابة اما تشارلز ما زال مع عصابته في الطيارة عيط على ليوناردو الذي هو مسؤول كبير في أمن المطار وقال له خاصة كدابة تعمر الطيارة بالكيروزين او سنقتل كل شيء وفي كل خمسة دقائق سننزل لك جدة من الركاب ليوناردو لم يتعلم ولكن من المور ما فكر وافق يعمر له الطيارة على حساب سلامة الركاب في هذه اللحظة مساعد راميز جاء له تقرير على تشارلز وقال له ستسبب في تفرقية التران وقتل كثير من ستين واحد راميز حسابه هذا كل شيء غير تمويه لكي هو يستطيع يهرب هنا البوليس دخلوا جون عندهم على أساس رهم العصابة هو رأيهم يعمروا في الطيارة بالكيروزين وعيابه يقنعهم باللي هو ماشي معهم وخات أكدوا من هويته وعرفوا مسؤول أمن مدرب لم يطلقوه واللي يزاد أكد لهم هذا الشيء هو تشارلز عيط عليهم وقال لهم بلي جون واحد من عصابتي وقال لها تشارلز وقال لها تنزل الركب من الباب واحد وراء الآخر يهرب من الباب اللوراني وفعلا بدأت تنزل فيهم وتشارلز قدر يهرب مع أحدين أخرين من عصابته أما جون ما زال يدفع على رأسه ولكن لم تطيقوه وكانوا منزلينه لكي يشدوه في الدراج قدر يضرب البوليس الذي يشدينه وهرب لهم فاركب عليهم شجيث مدينة الملاهي ثم شفت شارلز فحاول يتبعه ولكن مع الزحام تلفليه واحد من رجال شارلز رأيته وقال حاضيه هنا البوليس المطار عرفوا بأن جون هرب وتبعوه للمدينة لكي يشدوه أما الذي كان مراقبه يريده ولكن جاءت في واحد من الناس الذي في الملاهي ومات هو هرب وخرج في اللعبة التي تطير حيث شارلز كان يريده تبعوه واحد من رجال شارلز وخرج في اللعبة ولكن جون دفعوه وطيحه وفامات من بعد دخل اللعبة العودان وكان يتسنى غير الفرصة لكي يشد شارلز وفعلا في الآخر قدر يطيحه وشده وصلوا عليهم البوليس فلقاوه شده وهنا تأكدوا باللي ماشي معاه من بعد جون مشاعن شيفو ولاموح يتخله يركب في الطيارة شارلز يدد واحد من البوليس وقال لهم إذا لم تطلقتونيش قاعد اللي باقي في الطيارة سيموت مراهاج جمعوه كاملين وحتى جون معاهم بش يلقاوه حلوي في كل ركاب واللي مازال معاهم حتى مارتي جون مشاعن شارلز في المشدود وقالوا ماذا سيقع للركاب شارلز يستفزوا وقالوا حيات الركاب على مسؤولية كنتا وإذا وقعت لهم شيئا ستكون السبب هذا الشيء يصب جون بزاف وقالوا يعيط على العصابة ويقول لهم لا يقاديوا حتى من بعد خرجوه بلما ينجيه الطيارة جون اضع القناصين فوق الماطر بلما يشوفهم حتى وغير فتحوا الباب الطيارة لشارلز واحد من العصابة قتلقى على القناصين وتضربوه حتى الرجال البوليس في وسط الفوضى كلها قدرت شارلز يطلع الطيارة ومشى عند البيلوت وامروا يتربيهم وهناك نشوفه جون وليونارد وفيشو طلعوا في طنوبيل وتبعوا الطيارة قبل ما تقلع هم مختين بجون يدخل الطيارة من روايد القدميين وقبل ما ينقذ عطاه في شوفر حتى يحتاجه ولكن فش طلع عطاه له مع دخل شف واحد من العصابة في المقطورة ومعه حديدة ضربوا مع بعضياتهم وقدر جون يغلبوا بالمهارة وقتلوا طلع على المقطورة البيلوت فلقاه هو المساعد الثاني وقال له لكي يرجع المطار وعطاه فرديل المساعد هنا ضخلت عليهم صابريتا وقلت لهم لماذا بدلته والتيجاه جون جاء من مورها وضربها قتلها شارلز خدا مارتي وقال لها لكي تفتح الباب الحمام وغير فتحاته طلعت جوتة واحد من العصابة وهي تخلعت بثاف هنا خرج له جون وبدأ مضرب معه خرجت قرطاسها من الفردي وقلت في صرجم صغير الطيارة الشيء الذي تسريب في الهواء كانت قليلا نزلوا تيويات الأكسجين للركاب وشارلز خلق جون في واحد من التيويات في هذه اللحظة تهرت واحد من البيبان للطيارة وجون فكرت أن تيوي ضرب شارلز وقدر في الآخر يرميه من الباب الذي تفتح وهنا المدينة والعالم تفكرون من أخطر مجرم الناس كلها فرحات حيث خرجت سالمة وتعتقوه في آخر لحظة وفش نزل الطيارة على المطار بالذي الركاب نزلوا سالمين وهذا كله بالفضل لجون وهنا تسألة الفيلم لنا نتمنى الملخص يكون أعجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاب و نتلاقاوه في الفيديو الجاي